شارك رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتغالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العميد روكن سعيد المحمدي برفقة رئيس الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتغالي الجنوبي بجامعة حضرموت الدكتور حسن الغلام تدشين الملتقى الصيفي الطلاب الأول لطلبة جامعته حضرموت وأكد المحمدي خلال التدشين بأن هذا الملتقى يصعي لتطوير مهارات الطلاب في الجانب العلمي والعملية مؤثمنا دور منسقية جامعة حضرموت في تنظيم هذا الملتقى كما بيّن المحمدي أن هذا الملتقى يأتي ضمن تنمية قدرات الطلاب وتحسين المستوى التعليمي وتعزيز الثقافة لديهم